بسم الله الرحمن الرحيم طلاب السادس الإعدادي اليوم راح حاول أحيلكم الوزارية 2019 دور ثاني فيما يخص القواعد شباب القواعد اللي هو السؤال الثاني اللي قرمر تقريبا هنا 12 نقطة اللي تجاب على 10 نقاط الشباب هذا العشرات طبعا هذا السؤال عليه 20 درجة بالوزارة 2019 دور ثاني طيب شباب شون هذة طريقة مالتها طبعا يحتمد 100 بالمئة شباب على القواعد هذا ما فيك المجال وموجودة عندنا هنا نمطيكم إياها قيل لك هذا السؤال grammar and function 30 درجة طبعا هذا السؤال عليه 20 هنا نحن لك يا الإجاب على 10 خلينا شوف النقطة الأولى I was delivered sorry I was هنا نبين قوسين شباب عفوا was delivered when mail the يقيل لك put the word in the correct order to make passive question شباب هذة يريدها مبني للمجهول سوي ليها سؤال طبعا شباب هنا الإجابة شراح تكون هنا إجابة تكون بسيطة أول ما ننزل ال when بعدها ننزل ال was the mail the mail ننزلها بعدين delivered ها في ما يخص نقطة أولا نقطة ثانية she wear glasses but now she have contact lenses use user 2 on the present or past symbol هاي شباب استخدام user 2 هاذا المعروف شباب الجملة الأولى نجيب user 2 نخليها قبل الكلمة اللي بين قوسين هاذا معروفة عندك الجملة هنال اللي بعدها هنا شباب بما أنه مطلنا but now لازم الشيشة تأخذة هنا شباب بس نبدأ لها بنحاولها هاذ نجيب على الجملة الثالثة define tower guide عرف الدليل السياحي use shoot tourists around استخدم أنه يقود أو يقوم بإرشاد السياح هنا في هاي الحالة شباب المعروف بقانون التعالي والتعاريف أول ما ننزل الكلمة اللي بعد define اللي هي tower guide وراها ننزل someone who الشخص الذي وبعد يعني ننزل show tourists around for how short do you want your hair the head dresses asked me reported question شباب هنا reported question هنا طبعا لها قانون بس بما أنه قارئ المادة وتعرف لها أكيد راح هنا يكون الهو تنزل short I wanted my hair 5 I like these shoes can I try on them هنان المفعول به جانا ضمير شباب اللي هو بهاي الحالة الجواب شباب بس الذم نجيبها نخليها بدال الآن والآن بدال الذم تهى سيخت السؤال الهو تنزل بس ستة لسؤال الحظ لسؤال الحظ I want to bed so late yesterday that's why I was tired regard use I wish شباب هذا موضوع الندم هاي الحالة شباب اش راح نسوي الانفورتشنيت هالقانون نحذف الجملة الثانية شباب نحذف تبقى نعدنا بس هاي الجملة هي الشغل راح يكون عليها ننزل قانون regard اللي هو I wish اذا كانت الجملة منفية لازم نستخدم مثبت اذا كانت مثبتة نستخدم منفية هنا نسم مثبتة هي بدون نوت يعني راح نستخدم القانون المنفي I wish تنزل تهجوب التكملة too bad زين 7 if I play tens I join the tens club correct the form of the between practice هاي نصحح بس الفعل اللي بين قوسيا هذا قانون شباب هذا الموضوع هو موضوع في الشرطية بهاي الحال شباب مجرد انه انت تقول هنا جوابي اما تقول could join او تقول would join يعني بكل الحالتين راح يكون صحيح ماني would you like a cup of coffee no thanks one احنا بهاي الحالة شباب اتبهوا ايا احنا بهاي الحالة شباب شيريد من عدنا يريد من عدنا complete the response using just قانون just شباب and appropriate verb وكذلك لازم جبنا فعل مناسب يتلاء امو هاد خلي نقول على سبيل المثال I have just had drunk لان شباب just تجينا present perfect الآي تاخذ have I have just تنزل ها بعد الهاب بعد ها عندك مثلا هاد مثلا جتب الفارسية هاد drunk تكمله you like exercising point so I don't think you have trouble getting fit expectation هاد expectation شباب موضوع جدا بسيط الجملة الأولى ما لك علاقة بها الجملة الثانية إذا لقيت I don't think هاي تحذف ها نهائيا اعتبر هما موجودة I don't think هذف نهائيا عندك you تنزل كما هي بس الول تحول لها شد عندك النقطة العاشرة last week هاي معناها ماضي من كلمة last الظرف last week I meet an old friend from primary school and he not change correct the form of the verb between breath ينقل اقصح هالفعل هو انت ما دام لقيت هنا الظرف الماضي دلع الماضي لازم يكون الفعل بالماضي الميت شباب الماضي ما لها ميت بس اي وحد عندك هنان شباب بهاي الحالة لازم شنسوي طبعا بنفس الوقت تر هنان يعتبر هنان رابط عندنا الانت شباب الرابط ما لازم اللي يجي بعد هنان شي يكون شباب اللي يجي بعد الانت وهذه الجملة سمونا past perfect يعني لازم صير had not changed قانون past perfect زمن الماضي التام زين بالماضي شباب هم هنا يدخل بها الرابط الانت هنا i woke up والتكملة زين he is going to painting class this evening i found out he future in the past استخدم future in the past شباب ها مجرد ما طبعا مجرد ما تقل is تحاول اله الواز والقوين تنزل اي صعوبة ما بيها شباب ها ينتهى فيما يخص هذا الاسئلة الوزارية 2019 دور الثانية ان شاء الله موفقين رح حاول احل شباب باقي الاسئلة بالتفصيل مع الشرح مالتهم